اشتركوا في القناة أخونا الدكتور ثامر العلواني محاضرة بعنوان قراءة في الإحاطات الدورية لبعثة الأمم المتحدة في العراق أمام مجلس الأمن فليتفضل جزاه الله خيرا السلام عليكم أحبتنا الكرام في هذا المجلس المبارك ورحمة الله وبركاته والذي اخترنا فيه موضوعا مهما لا يمكن تجاوزه في ظل الظروف التي نعيشها والأوضاع المضطربة التي تعيشها المنطقة وتعانيها البلاد ومنها خصوصا العراق وهو موضوع الإحاطة الدورية لممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق وماذا تتضمن هذه الإحاطة وماذا يترتب عليها ولمن تقدم ومدى فاعليتها ومصداقيتها في العراق لكن قبل أن أبدأ بالكلام عن هذه المسائل أود أن أبين أن منظمة الأمم المتحدة كما هو معلوم لديكم تأسست في عام 1945 تضم عضوية غالب الدول المستقلة في العالم التي عددها تقريبا المنظوي تحت هذه المنظمة 193 دولة ومقر المنظمة كما تعلمون في الولايات المتحدة الأمريكية كان المفروض أن تؤدي هذه المنظمة دور حفظ الأمن والسلام العالمي لأن الهدف من تأسيس هذه المنظمة هو تحقيق العدالة والتأكد على أهمية حقوق الإنسان الأساسية وإنقاذ الأجيال القادمة من الحروب والويلات والكوارث كما تهدف أيضا لتحقيق معايير أفضل للحياة هذا هو الهدف الذي تذرعت به لتأسيس نفسها لكن الواقع والوقائع والأفعال والحروب والكوارث التي تصيب العالم وبعض الدول العالمية والتي قام بها أعضاء هذه المنظمة في العالم وأقصد منهم أعضاء مجلس الأمن الدائميين تثبت عكس ذلك فالعراق وسوريا وتركومانستان الشرقية وفلسطين وبعض الدول الأفريقية خير أمثلة على ذلك تتكون منظمة من أجزاء رئيسية أولها الجمعية العامة والتي هي تمثل الأمم المتحدة بتكوين انعقادها من ضمن 193 دولة في شهر تسعة من كل عام لكل أعضاء الدول بحضور رؤساء الدول جميعا وأكيد هذا الحدث يتابعه كثير من الناس عمل هذه الجزئية جمعية الأمم المتحدة في الجمعية العامة عملهم النقاش والحديث فيما يتعلق بالقضايا المهمة كالسلام والأمن والموافقة على دخول أعضاء جدد في المنظمة ومسائل الميزانية وغيرها لكن هذه الجمعية لا تتخذ القرارات المصيرية ثانيا من أجزاء هذه المنظمة مجلس الأمن وهذا هو أهم جزء في المنظمة في منظمة الأمم المتحدة بل هو الجزء الأساسي لأنه هو الذي يتحكم فعليا بالعالم وهو السبب الرئيسي في إثارة بعض النزاعات والمشاكل في دول العالم يتكون المجلس كما تعلمون من خمسة أعضاء دائمين ولهم حق النقض الفيتو وهم روسيا والصين وفرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا لماذا اختير هؤلاء الأعضاء بأنهم دائمون هناك أعضاء أيضا عشر يضافلها هؤلاء الخمسة لكنهم يتغيرون الدائمون هؤلاء أختيروا لأنهم هم الذين انتصروا بعد الحرب العالمية الثانية ويمتلكون كمية هائلة من الترسانة العسكرية يضاف إلى ذلك كما قلنا الدول العشر الباقية وهي لا تمتلك حق الفيتو مجلس الأمن هذا هو المسؤول فعليا عن حفظ السلام والأمن الدوليين وهو الذي يحد الزمان ومكان نشر عملية حفظ السلام في العالم وله عدة خيارات تحت تصرفه تبدأ من أدنى العقوبات وتنتهي إلى شن الحروب بغض النظر عن عدالة هذه الحروب أو بطلانها لأنه بموجب ميثاق الأمم المتحدة يوافق جميع عضاء الأمم المتحدة 193 دولة على قبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها والمجلس هو الجهاز الوحيد التابع للأمم المتحدة الذي يتمتع بسلطة اتخاذ قرارات تكون الدول ملزمة بتنفيذها بموجب الميثاق أما الأجهزة الأخرى فإنها تقدم التوصيات إلى الحكومات هناك أيضا أجزاء في منظمة الأمم المتحدة منها المجلس الاقتصادي والاجتماعي مجلس الوصاية محكمة العدل الدولية والأمانة العامة لكن ما يهمنا في هذه المحاضرة وله صلة مباشرة بمحاضرتنا لهذا اليوم هو مجلس الأمن الدولي لأن الإحاطات الدولية تقدم إلى هذا المجلس ومن ثم مجلس الأمن يتخذ القرارات التي يراها مناسبة طبعا هذه القرارات تراعى فيها مصالح الدول الأعضاء الدائمية ومزاجهم السياسي ورؤيتهم للأحداث من جهة نظرهم بعيدا عن تحقيق مصالح الشعوب أو تحقيق السلم والأمن العالمي الآن نأتي إلى جوهر موضوعنا وهو الإحاطة ومعنى الإحاطة الإحاطة التي تقدمها الممثلين الأمم المتحدة هي تزويد مجلس الأمن بالمعلومات عن الوضع في العراق وتقدم هذه الإحاطة أو يمكن أن نسميها التقرير تقدم كل ثلاثة أشهر الجهة التي تقدم هذه الإحاطة هي بعثة الأمم المتحدة في العراق واختصارها يونامي البعثة هذه هي كيان تم إنشاؤه بعد احتلال العراق عام 2003 بالاستناد أيضا إلى قرار مجلس الأمن الدولي التابع الممتحدة رقم 1500 وقد صدر هذا القرار في 14-8-2003 هذه البعثة لها مسؤول مباشر تطلق عليه صفة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة تمتلك هذه البعثة تفويض رسمي لعملها في العراق وأول ممثل خاص عين في العراق كان هو سيرجيو دي ديميلو وهذا المسؤول طبعا قتل بعد خمسة أيام في العراق بعد تنصيبه يوم 14-8-2003 قتل يوم 19-8-2003 يعني بعد خمسة أيام فقط ثم تم تعين بعده الممثل الأمين العام أشرف قاضي ثم عقبه ديمستورا ثم عقبه كوبلر ثم نيكولاي ثم كوبيتش ثم انتهى الأمر الآن إلى جينين هينيس وهي ممثلة الأمين العام الممتحدة في العراق وهي الحالية من أصل هولندية كانت تسلمت وزارة الدفاع الهولندية في عدة سنوات هذه المبعوثة قدمت إلى الآن ثلاثة إحاطات كان آخرها إحاطة يوم الأربعاء ليس اليوم أمس وإنما الأربعاء الماضي والاختصار الوقت سأتناول آخر إحاطتين لكوبيتش والإحاطات باختصار لهذه الممثلة طبعا غالبا الإحاطات تعطي صورة عن الواقع السياسي والأمني والاقتصادي والعسكري وملف حقوق الإنسان والإرهاب والواقع الخدمي والاجتماعي وأيضا أحوال المعتقلين والقضاء وعدالتهم نبدأ الآن بإحاطة السيد يان كوبيتش قدم إحاطة لمجلس الأمن بتاريخ 20-08-2018 وجاءت من 17 صفحة تقريبا غلب عليها الطابع الإنشائي والمجامل للحكومة وذكر بعض الحقائق وتغييب بعضها الآخر وسأخذ مقاطع منها لكي تروا كيف كانت هذه الإحاطة سيئة ومخالفة لواقع العراق المرير وهي في الجملة عبارة عن أخبار كان ينقلها كوبيتش بمجرد ما يسمعها من الحكومة العراقية وأطراف الحكومة العراقية بغض النظر عن حقيقتها وواقعيتها وبمجملها كانت يثناء على الحكومة والجهود المبذولة من الحكومة لذلك نجد أنه في كل فقرة كان يقدمها كوبيتش الممتحدة كان يثني ثناء كبيرا على الحكومات وهذا مخالف تماما للواقع لأن الحكومات كما تعلمون هي سبب المشكلة في العراق كوبيتش بدأ لحاطة بالكلام المعسول عن مؤتمر إعادة الإعمار في العراق الذي انعقد في الكويت وأول ما قال وتعد الاستجابة الإقليمية والدولية للمؤتمر دليلا استثنائيا على التضامن المستمر والثقة في حكومة العراق وشعبه والأمر المستغرب أنه حشر الثقة الدولية في الحكومة العراقية وهو مخالف للواقع لأنه حتى الدول المانحة التي شاركت في المؤتمر ليست لديها الثقة في حكومة العراق ولذلك لم تعطي ولا أي منحة للحكومات العراقية لأنها لا تثق بها ولا تثق بأنها ستصرف هذه الأموال في الإعمار ولذلك نقول أن المؤتمر ولد ميتا ودفن وانتهى بقراراته دائما ما يحاول كوبيتش بإحاطته إلى مباركة الوضع في العراق ومجاملة الحكومة مثال على ذلك ورد في الإحاطة أن العراق يسير على الطريق الصحيح وأن المجتمع الدولي قد أبدى ثقته في العراق وهذا كلام يخالف الواقع والمنطق في مجال السياسة كان أهم شيء عند بعثة الأمم المتحدة في العراق هو إجراء الانتخابات البرلمانية بأي طريقة وتشكيل الحكومة تحت أي ظرف ولذلك عندما جاءوا يتكلم عن هذا الأمر ساق كوبيتش البشرى لمجلس الأمن بأن العراق مع استمرار المعارك ومحاربته تنظيم الدولة فهو يركز على إجراء الانتخابات البرلمانية ثم ذكر أن القوى السياسية قد قررت تكوين تحالفات عابرة للطوائف والأعراق من مختلف الأطياف السياسية والكل يعلم أن هذه الإدعاءات إعلامية ليس لها أثر على أرض الواقع فكيف تخفى على مسؤول أممي كبير مختص بالشأن العراقي لذلك نقول هو كان يأخذ فقط الأخبار ويضعها على أن هذا هو الواقع في العراق ثم كيف يمكن أن تجري الانتخابات وهناك أكثر من خمسة مليون مشرد ونازح في عدد من المحافظات وعندما أراد أن يتكلم عن النازحين وقال وأشعر بالتفاؤل إزاء قرار الحكومة بإنشاء لجان عودة النازحين فقط مجرد هذا الخبر الذي قالته الحكومة هو جعله واقعا يسير في العراق كما يقول لكن التفاؤل هذا يتناقض مع اعترافه في نفس الإحاطة التي جاء بها وهناك مناطق فيديالة وصلاح الدين وبابل وحزان بغداد تحررت ولم يتم إعادة النازحين إليها فالتناقض واضح في كلامه من خلال إحاطة واحدة إذا انتقلنا إلى مليشيات الحشد الشعبي وكيف يراها المبعوث الأممي في العراق حاول كوبيتش في هذه الإحاطة أن يجمل صورة المليشيات واعتمد على كلام المليشيات نفسها وجعلها مادة الإحاطة ولم يحاول أن يفتش عن الحقيقة والواقع في الأمر فذكر في الإحاطة وقال أود أن أشير إلى أن العديد من الجماعات ذات التشكيلات المسلحة المنخرطة في قتال داعش قد أعلنت أنها ستستمر كمنظمات مدنية أو سياسية خالصة وقد تعهدت هذه الجماعات بإدماج قواتها في هياك القوات الحشد الشعبي وبذلك تكون تحت سيطرة حكومة العراق ثم ساق مثال عن سرايا السلام وكيف تعهد مختدى الصدر بأن يحل سرايا السلام ويجعلها منظمات مدنية ثم انتقل بعد ذلك مباشرة فقال من الضروري أن تتخلى جميع الأطراف السياسية عن علاقتها بالحشد الشعبي وهنا أراد هذا الرجول أن يعطي شرعية للحشد من خلال هذا الكلام باعتبار أنها قوات نظامية وقانونية والواقع يكذب هذه الادعاءات التي يحاول السيد كوبيتش في إحاطته أن يسوقها أولا لأن هذه الميليشيات تكونت بفتوى أحد الأشخاص وهي مخالفة حتى للدستور الذي وضعوه هم وهذه لا تخضى لا لوزارة الداخلية ولا لوزارة الدفاع ولا تخضى أيضا لسلطة وزير الدفاع وهي مستقلة تماما عن القوات المسلحة فتوصيفها القانوني والرسمي هي ميليشيات وأخطر ما تناولت هذه الإحاطة في ملف النازحين فيما يتعلق بالنازحين عندما اتهم النازحين بأنهم إرهابيون وقال عنهم نص عبارته لا يزال التنظيم الإرهابي وخلاياه النائمة بما في ذلك الموجودة وسط النازحين يشكل تهديدا وسط النازحين يعني يتهم النازحين بأنهم هم بقايا تنظيم الدولة ولم يكتب بهذا الكلام فأعقبه بذكر عمليات استهداف الحشد وأماكن عامة كالأسواق وغيرها وهذا كان فيه من الخبث الكبير لأنه بعد أن اتهم النازحين بأنهم هم مثار أو بقايا لتنظيم الدولة وأنهم هم من يقومون بالأعمال الإرهابية ذكر مباشرة بعدها بعض العمليات التي تستهدف الحشد وتستهدف الأماكن العامة وهذا طبعا يعطي الميليشيات والأجهزة الحكومية ضوء أخضر للفتك بالنازحين مع أن النازحين الكل يعلم أنهم لا يملكون شيء وقد خرجوا من بيوتهم بثيابهم التي يلبسونها لا غير وأن أماكن النزوح معلومة أنها تخضع إلى سيطرة حكومية ولا يستطيع أحد أن يدخل أو يخرج إلا بعلم الأجهزة الحكومية التي هي مسؤولة عن مناطق النازحين في ملف الفساد حاول كوبيتش رسم صورة وردية عن محاربة الفساد في العراق وقدم كلام إنشائي لا قيمة له من الناحية الإجرائية ومن الناحية الواقعية واعتمد على الخطاب الإعلامي لرئيس الحكومة في وقتها واعتبر أن هذا الخطاب هو إجراء عملي في محاربة الفساد في ملف انتهاك حقوق الإنسان في هذا المجال اقتصر السيد كوبيتش على الانتهاكات في طوز خرماته فقط بينما تغاضى عن آلاف المغيبين وآلاف المختفين قسريا وآلاف القتلى جراء المعارك التي قامت بها الميليشيات والأجهزة الحكومية وقام بها التحالف الدولي الإحاطة هذه غيبت كثيرا من الأحداث والجرائم مثلا ملف المغيبين قسريا لم يتطرق أيضا إلى التغيير الديمغرافي في بعض المحافظات ولم يتطرق أيضا إلى انتهاكات حقوق الإنسان على يد الميليشيات ولم يتطرق أيضا إلى ذكر جرائم الإبادة الجماعية على يد الميليشيات ولم يتطرق إلى السجون السرية والانتهاكات في السجون الحكومية والمحاكمات الجائرة ولم يتطرق أيضا إلى معاناة أهل الموصل والجثث تحت الركام ولا إلى معاناة جرف أهل الصخر ولا بلد أو غيرها من المناطق التي تعاني من انتهاكات كبيرة جدا ومع ذلك الإحاطة يتخللها بعض الكذب وزيف الحقائق وقلبها وكانت هذه الإحاطة الأولى لهذا الممثل الأمين العام المتحدة وفي الإحاطة سأتناول أيضا الإحاطة الثانية في شهر 11 من نفس السنة 2018 طبعا جاءت أيضا الإحاطة من 20 صفحة تقريبا لم تختلف في مجملها عن الأولى من حيث أنها إنشائية وتعتمد الأخبار الحكومية المطولة الغير نافعة فمثلا يذكر في الإحاطة زيارة رئيس البرلمان إلى بعض الدول وبمن التقى واجتماعته بمسؤولين على هامش مؤتمر البرلمانات في إسطنبول وأيضا تناول الوفود الزائر للعراق فمثلا تناول زيارة وزير خارجية تركيا للعراق وماذا تناولت الزيارة لكن هذا كله بعيدا عن أهمية الزيارة وبأي جزء ممكن تصنيف هذه الزيارة ومدى جدية الأمور المتفق عليها من خلال هذه الزيارات وأيضا جاء فيها ذكر لزيارة الأربعينية وعدد الزوار وحالات السرقة التي حدثت في الزيارة عموما بدأ كوبيتش إحاطته بتهنئة الفائزين بجائزة نوبل للسلام ثم تكلم عن الإبادة الجماعية لليزيدين على يد تنظيم الدولة فقط لكنه في نفس الوقت لم يتطرق إلى الإبادة الجماعية في الموصل وديالة وصلاح الدين والرزازة وجرف الصخر وغيرها على يد الميليشيات والقوات الحكومية والتحالف الدولي في مسألة الانتخابات والعملية السياسية كعادته كانت الإحاطة من ممثل أمين الأمم المتحدة أنه يثني على سير عملية انتخابية وانتخاب الرئاسات الثلاثة وأبدأ بمدح حكومة عادل عبد المهدي وأخذ يسوق لها بأنها حكومة تعتمد الكفاءات والخبرات بعيدا عن المحاصصة الطائفية والسياسية كما يقول وأثنى على فتح ترشيح لمناصب الوزارات عن طريق الإنترنت لكن كلنا يعلم أن هذا كلام لا يتجاوز الدعاية الإعلامية وأنها كذب لا يصدقها أحد إلا من يحاول تزييف الحقاق لأنه في ذكر الإحاطة نفسها هو نفسه كوبيت يقول قد تم تعيين 14 وزير من أصل 22 وزير ومن أهم الوزارات التي بقيت الدفاع والداخلية والتعليم والهجرة والتربية والتخطيط وجاء في نفس الإحاطة أيضا أن الأكراد اتفقوا مع رئيس الحكومة والبرلمان على تعيين مرشحي الأكراد وزارة الإسكان والمالية ونائب رئيس الوزراء ونائب رئيس البرلمان طيب أليست هذه محاصصة عرقية وسياسية وهو نفاها في الأول لكنه كعادته يحاول في الإحاطة أن يبرر الخلافات في تشكيل الحكومة بأنها تأتي في إطار اختلافات السياسية بعيدا عن الطائفة والعرقية بل وبالغ كثيرا جدا عندما ذكر في الإحاطة أن هذه الحكومة حكومة عادل عبد المهدي نقطة فاصلة عن الماضي الذي يشوبه المحاصصة الطائفية ثم أخذ يتكلم عن البرنامج الحكومي وأخذ يبالغ في مدحه وأنه الخلاص العراقيين وسأذكر واحدة من إشادته في هذه الإحاطة عندما قال ويؤكد البرنامج على منع تشكيل الميليشيات خارج إطار الدولة وعلى انسحاب القوات من المدن وحصر السلاح تحت السيطرة الصارمة للدولة ولا أظن أن كلامه يمكن لعراقي أن يصدقه فضلا عن أنه ممثلا أمميا للأمين العالم المتحدة فيما يتعلق في الأمن في كلامه عن الأمن جاء في الإحاطة أن الحكومة استحدثت تدابير فعالة لزيادة تحسين الأمن المستدام وهناك تقارير ترد بشكل يومي عن اعتقال إرهابي داعش ولا أعرف كيف يخرج هذا الكلام من مسؤول أممي بهذا المستوى لأننا في العراق نعلم أن الاعتقالات أغلبها بل يكاد يكون كلها عشوائيا ومعروف أنها غير قانونية ومشوهة لعدم اتباعها الأسس والإجراءات القانونية ثم تكلم عن التدابير الأمنية لتأمين أربعينية الحسين وساحة في أرقام الخيال التي تروجها الحكومة وبعض السياسيين والإعلاميين وأن عدد الزوار هو 15 مليون زائر ثم أخذ يتكلم عن اعتقال بعض السراء الذين حاولوا سرقة الزوار وكيف اعتقلتهم القوات الأمنية تخيلوا أن هذا هو تقرير يقدم إلى مجلس الأمن الدولي وقدم إحصائية متعلقة بالأمن لكنه بدأها بقوله فيما يخص الضحايا المدنين فبدأت أعدادهم تتجه إلى انخفاض ففي آب قتل 90 على الأقل وجرح 117 شخص وفي أيلول قتل 75 مدنيا وأصيب 179 شخص وفي تشرين الأول قتل 69 وجرح 105 شخص هذا كلامه نصا ويتناقض مع بداية كلامه من أنه قال أن الأمن مستتب ولا يوجد خروقات أمنية المستغرب أنه يقول الأمن مستدام وهو يتكلم عن عشرات القتلى ومئات الجرحى في كل شهر ثم يؤكد نقض كلامه الذي بدأه بقوله وعلى الرغم من ذلك لا تزال الهجمات الإرهابية مستمرة ثم بدأ بذكر بعض الحوادث التي يقول عنها إرهابية ثم يقول ومن دواعي القلق أيضا الهجمات المباغتة على القوات الأمنية واستهداف قوات الشرطة في الشهور الستة الأخيرة قتل 43 ضابطا من الشرطة وأصيب 49 آخرين طيب أين الأمن الذي ادعاه كوبيتش في بداية الأمر؟ مع كل هذه الأحداث والاستهدافات يقول إن الأمن مستقر في العراق ثم أيضا ذكر المضايقات والتهديدات التي تعرض لها ناشطون من النساء والرجال من قبل جماعات مسلحة تنتمي إلى أحزاب سياسية متنفذة فمثلا ذكر أن هناك أربع ناشطات من النساء قتلنا في الجنوب طيب أين سيادة القانون التي تكلم عنها كوبيتش؟ وأين الأمن الذي ادعاه مع كل هذه التجاوزات والانتهاكات؟ وعندما تكلم عن تجنيد الأطفال من قبل الحجد الشعبي مر على ذلك سريعا وقال لقد تم صياغة مشروع قانون لمكافحة هذه الحالة وترك الأمر بدون تعليق وبدون إدانة واستنكار ما غيبته هذه الإحاطة؟ هو أين الإعمار الذي ذكره في الإحاطة الأولى؟ وأين وصلت الجهود الحكومية بإعادة النازحين؟ مع أنه أقر بوجود مليون وتسعمائة شخص لم يعودوا إلى ديارهم وأيضا لم يبين سبب عدم إمكانية رجوعهم ولماذا أغفل ذكر التغيير الديمغرافي والمغيبين؟ ولماذا لم ينتقد الحكومة على عدم جديتها بتوفير خدمات الأساسية للمواطنين؟ بالإضافة إلى ذلك كله ذكر في إحاطته الأولى عزم الميليشيات على حل نفسها وتكوين منظمات مدنية وأحزاب سياسية لماذا تجاهل ذلك؟ ولم يبين حقيقة الأمر وأنها ما زالت مدججة بالسلاح وتسيطر على كثير من المناطق هذه إحاطات كوبيتش الذي غادر العراق في بداية 2019 الآن ننتقل إلى الإحاطات الأخرى التي جاءت من المبعوثة الأممية الحالية السيدة جينين هينيس الهولندية وسأذكرها باختصار لأنها في عمومها تتناقض مع الإحاطات السابقة التي قدمها كوبيتش وهي أيضا تذكر جزء من الحقيقة وليست الحقيقة الكاملة لأنها أيضا غيبت ملفات مهمة جدا فجاءت الإحاطة باختصار أن العراق لم ينجح في شق طريقه والخروج من المأزق الذي أغرق فيه ولم يصبح دولة طبيعية بأي شكل من الأشكال وفي آخر إحاطة قالت ما يزال العراق إلى الآن في نفق لم يخرج منه وأن الصورة قاتمة ولا يمكن أن نقدم صورة وردية للوضع في العراق بسبب صراع الأحزاب السياسية التي امتدح كوبيتش التي تقوم بدور سلبي كبير في البلاد تحقيقا لمصالحها الشخصية وأهدافها الخاصة والفئوية الضيقة وذكرت أن الفساد مستشري في مؤسسات الدولة كافة وهناك منع للأنشطة الاقتصادية النافعة للبلاد وأقرت أيضا بوجود الدمار والخراب في بعض المدن على الرغم من مرور عدة سنوات على تحرير هذه المناطق والمدن وسيطرت القوات الحكومية عليها التي ما زالت إلى الآن لم ترى أي معلم من معالم إعادة الإعمار أو توفير الاحتياجات الإنسانية اللازمة للمواطنين وقالت أيضا أن هذه العوامل السلبية تؤدي سلب مقومات استمرار وجود العراق وهذا تعبير خطير جدا لكنها اعترفت به وهو يتناقض مع ما قاله كوبيتش في إحاطته وأكدت أيضا على وجود انتهاكات لحقوق الإنسان وفقدان الأمن في جميع أنحاء البلاد وممارسة الأعمال الإجرامية ومنع عودة النازحين ومضايقتهم والابتزاز المالي من قبل الميليشيات من خلال ما يسمى المكاتب الاقتصادية وأيضا أشارت إلى عدم وجود محاكمات عادلة بحق المعتقلين وإلى الانتهاكات الإنسانية بحقهم هذا أهم ما جاء في الإحاطات الدورية الأخيرة للسيدة جنين لكنها على الرغم مما ذكر فيها من وقاعة إلا أنها لا تعالج المشكلة الحقيقية في العراق وهو النظام السياسي القائم في العراق وأيضا الإحاطة ليست واضحة في كل الوضوح في بيان معاناة الشعب العراقي بحكم محددات عملها والمجاملات السياسية التي تقتضي ذلك فضلا عن الضغوط التي تمارس عليها لضبط تقاريرها في سياق ما تريده الإرادات المتحكمة في العراق خارجيا وداخليا وهذا ما يفسر امتداحها الإجراءات الحكومية والاعتذار لها في بعض الأحيان وهنا أذكر آخر فقرة وأختم بها الملاحظ في كل الإحاطات التي ذكرناها لم تذكر أو لم يذكر ملف المغيبين قسريا ولا التغيير الديمغرافي على يد الميليشيات أبدا لا من قريب ولا من بعيد ما ذكر هو ما يخص اليزيدين فقط وهنا يتباذر للذهن لماذا هذا التجاهل مع أن القضية رائعا مع أن هناك آلاف وليس مئات آلاف المغيبين قسريا هم لا يعلم مصيرهم وهناك معلومات موثقة عن الجهة التي غيبتهم بالنتيجة يمكن أن نخلص إلى أنه من مواثيق الأمم المتحدة ومجلس الأمان أنه في حالة وجود تغييب قسري في دولة ما فيجب على الحكومة أن تتخذ الإجراءات اللازمة في البحث عن هؤلاء المغيبين وإطلاق صراحهم ومحاكمة من قام بتغييبهم وقام بهذه الجريمة فإذا لم تقم كما يقول ميثاق الأمم المتحدة إذا لم تقم الحكومة بواجبها فيتوجب على الأمم المتحدة أن تقوم بهذا الواجب وأن تبحثها عن المغيبين قسريا وأن تحاكم المجرمين محاكمة دولية لكن إذا قامت الأمم المتحدة بهذا الإجراء فيعني أنها تعترف ضمنيا أن الحكومة في العراق عاجزة تماما عن إدارة البلد وكف المجرمين عن أن يقوموا بهذه الأعمال الإجرامية وهي لا تريد ذلك لأنها تريد أن تستمر العملية السياسية في العراق بأي شكل من الأشكال وأي ظرف تحت أي ظرف من الظروف طبعا نحن في هيئة علماء المسلمين والقسم السياسي يتابع الإحاطات الدورية باستمرار ويصدر بيانات في ذلك وقد أصدرنا قبل ثلاثة أشهر تقريبا بيانا يتعلق في إحاطة السيدة جينيم وقلنا في البيان صحيح أنها ذكرت جزءا من الواقع لكننا بحكم الواقع الذي عشناه مع ممثلين أمم المتحدة نعتقد بأن منسوب النقد سوف ينزل شيئا فشيئا وهذا ما حصل فعلا في الإحاطة الأخيرة التي قدمت تقريبا قبل عشرة أيام من ممثلة الأمين العام لأمم المتحدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شزء الله الخير من الدكتور الثامر العواني على هذه الإحاطة بالإحاطات وهذا الواقع المزري الذي لا ينقل منه إلا النظر اليسير إلى العالم نفتح باب المداحلات الموجودة السؤال يكون في ما الذي نتأمله منكم المتحدة هي تشرع النظام السياسي ونحن إذا أقرينا أو قلنا أن المتحدة لها دور أو ناشت المتحدة فنحن لن نجلب منها شيء فيه فائدة بشعبنا بقدر ما أننا نحاول أن نعطي صبقة شرعية لمنظمة ندعي أنها تبثل اليوم رغم أنها مشتركة اشتراكاً أساسي في تشريع هذا الأنقام الذي ذكرته والذي تفضل في إجازة أمور مهمة والتساؤلات حقيقية في صلب المهم عن الإحاطات التي مثلها شخصيات خائفين المختلف أن يعانوا الحقيقة بدل أن يشرعوا للمجرم عراق قضية دولية حتى ليست خريجية قضية دولية ولهذا سفرت إلها آليات دولية لمثابعة ما يجري في العراق فإذا إغاث إلى ما تفضلت فيه أن هناك آلية البنية الدولية إلى جانب ما ذكرتها تفضل هناك البنية الدولية وصندوق النقد الدولي أيضاً هم في تماس مباشر مع الحكومة ولها ولهم مجسات ميدانية تجمع المعلومات التي لا تتقاطع وإنما تكمل عملها آليات الأمور المتحدة أريد أن أسأل عن جهود غير في تغيير قناعات المواحدين الأمور المتحدة طبعاً الإحاطات الدورية ونحن معلوم أن أحد الدول المهمة المجلس الأمن هي ولاية المتحدة الأمريكية هي احتلت العراق نحن لا نتأمل كثيراً من الأمم المتحدة لكن مثل ما تفضل الدكتور كمان أنه واجب علينا أن نقدم التقارير اللازمة والحقائق نوصلها المتحدة لجميع المنظمات هذا واجبنا ولكن لا نتأمل كثيراً المعول في رأيي في العراق هو على الوضع الداخلي على الشعب العراقي من خلال تهيئة مجتمع ينبذ هذه العملية السياسية يعريها من كل ما تحاول أن تكسبها نفسها بالنسبة لجهود الهيئة هناك جهود الهيئة كثيرة هناك لقاءات حصلت مع ممثل أمين العام لأمم المتحدة لكن قناعتنا في الهيئة أنه لا فائدة من ذلك نحن نمارس هذا العمل ولدينا تقارير نوصلها إلى ممثل أمين العام المتحدة وهناك تواصل موجود لكن بدون فائدة ترجع وهناك أيضاً هم يستشيرون الهيئة في بعض الأعمال التي يقومون بها يعني على مدار السنة الماضية أو السنتين الماضيتين إذا استجد حدث ما هم كانوا يأتون إلى الهيئة ويسمعون رأيهم ويأخذون في بعض النصائح ولكن في الإطار العام الممثلية في الأول المتحدة في العراق هي جاءت لتسيير العملية السياسية ولدعم العملية السياسية وهذا يخالف ما تسيير عليه الهيئة من أنها ضد هذه العملية السياسية جزاكم الله خيراً بارك الله فيكم وجزاكم الله خيراً في هذه الأنسية المباركة ونلتقي إن شاء الله في مجالس قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته